شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مرسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة يازاكي اليابانية لإنشاء مصنع للشركة في محافظة الفيوم ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 3000 فرصة عمل مباشرة باستثمارات تصل إلى 100 مليون يورو أكد مدبولي خلال اجتماع مع وفد الشركة اليابانية بأن الحكومة أطلقت استراتيجية تنمية صناعة الصيارات التي تتضمن حوافز إضافية للمستثمرين